موسيقى الزبن عبدالله رئيس وفد تجارة والصناعة والخدمات في جهة فاسبك ناس اليوم كان لدينا لقاء تواصل مع مقاولات جهة فاسبك ناس حول واحدة برنامج لنطالق ويدر تو مزارة التجارة والصناعة لدن المقاولات لبغية تصدير لأول مرة المقاولات الوثنية يعني المقاولات مع مرامة السلطرات التي تخدمها على مستوى السلطر الوطني والمقاولات ولا يستطرات بحجم صغير والذي بغية تقوير الحجم الصدرات لأن هذا الخضام هذا البرنامج جهة لدعم هذا العام مية مقاولة المستوى الوطني والذي يقدر حجم الدعم يوصل إلى 150 مليون سنتيم لكل مقاولة وهذا الدعم سيكون لكي تطور القوة تصدير المقاولات نحن على مستوى الغرفة جهة 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 نحاول أن نواكب المقاولين جهة سواء كانوا مقاولين السنائيين أو الخدماتيين أو التجار لكي يستخدموا من هذا البرنامج ويستخدموا من هذا البرنامج ويستخدموا من هذا البرنامج ويستخدموا من هذا البرنامج من فاس أو من جهة 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 لا، هذا برنامج وطني ويستخدموا التواصل على مستوى الوطني اليوم Fort University ن好吧 حل � случае كم BMW جهة 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 بينها تتenciه ويستخدموا مما أنهم ممتغة جمعنا في غرفة التجارة والصناعة لكي نقدمو هذا الغنامج لدعم للصدرات وهو دعم المختارين المبتدئين والمختارين الذين لا لديهم دراية في مجال التصدير ولا لديهم عملية قليلة في مجال التصدير والدولة من جهة الوزارة التجارة والصناعة سلقات هذا الغنامج لدعم المختارين والدعم هو بشكل دعم مادي لتوصل للمليون ونص ديال الكرام لما يمكن المقاولات تستفيد منه بس تدعم ما هو لازم لها باش تضطر هو مشاركة في المعارض الدولية مشاركة في بعض المحافية الدولية ونحن الوزارات تدعم حوالي مئة مقاولات في هذا الميدان اشتركوا في القناة